عالم الجغرافية المصري الكبير الدكتور جمال حمدان لما جي وصف حال مصر قال إنها بلد لها رأس كاسح وجسد كسيح المقصود بالرأس هنا هو السلطة اللي بتتمركز في العاصمة وفي إيديها كل حاجة وبتتحكم في السياسة والاقتصاد وكل قطاعات الدولة أما بقى الجسد فهو الأقاليم والأرياب في بحري والصعيد والمجتمعات الصغيرة اللي عايشة على الهامش اللي ما بيملكوش أي سلطة ولا في إيديهم أي حاجة وعايشين تحت رحمة أوامر وقرارات رأس الدولة اللي بتتحكم فيهم من على بعد بالريموت كنترول عن طريق أجهزتها الأمنية القمعية والهيكل الإداري اللي حطت كل الامتيازات والخدمات والسلطات والسروات في عب الراس وساب الأطراف معزولة كده ومفيش في إيديها أي حاجة تسطر بها نفسها بس عموما يعني إحنا الحمد لله دلوقتي لبقى عندنا رأس ولا جسد ولا أطراف ولا أجنحة حتى بعد ما سيادة الرئيس السيسي مصمصهم كلهم بالهنة والشفة وما خلاش حاجة في البلد أطراف مصر الحلوة وأقالمها وأريافها اللي بقوا غلابة دلوقتي وحالهم يصعب على الملحد وبلهمش أي نفوذ أو تأثير ومحرومين من كل الحقوق والخدمات ما كانش حالهم كده زمان ولا كانهم كسحين ولا تولدوا عندهم شار الأطفال بالعكس التاريخ بيقول لنا إن أطراف مصر دي فأوقات كتير قوي كانت صحة وبتلعب وبتجري في كل اقطاعات البلد ومحدش عارف يوقف وبتأثر على الاقتصاد والسياسة وبتقف راس براس قدام السلطة والحكام وبتفرض عليهم شروطها ومطالبها وبتحمي مصالحها من إيديهم وبتحافظ على حقها ده غير بقى أنها فضلت خرك وكمان يعني كانت بتقاوم الاحتلال وبتأسس أحزاب وبتقود الحياة الفنية والثقافية في البلد بس كل ده اتغير بعد كده للأسف وأطراف البلد فضلت تضعف وتخس لحد ما اختفت وضع تأثيرها والسلطة المركزية فضلت تكبر وتتضخم وتتمدد لحد ما بلعت البلد كلها في كرشها لحد ما وصلنا لأن مصر كلها من أولها لأخيرها بقت في إيد شخص واحد هو اللي بتحكم في مصيرها ومصير شعبها وبيؤمر وينها وياخد قرارات على مزاجه ويلعب في اقتصادها وسياساتها ومواردها وأصولها زي ما هو عاوس وما فيش أي جهة أو حد يقدر يراجعه أو يعرضه أو يقوله تلت التلاتة كام طب الحكاية بدأت من إيه؟ والأطراف المصرية اللي كانت يا مهنة يا مهناك إمتى نورت؟ وإزاي بعد كده انطفت وضعت؟ هيا بنا نشوف بيقولك إن مع بداية القرن التسعة عشر المصرين كانوا يعني مطلعين عين الحاملة الفرنسية على الآخر وعملين لها خورم في دماغها وشغلين مقاومة وقتل في خوادها وجنودها للنهار لحد ما الفرنسوين زهقوا وقرفوا بقى وقرروا يسيبوا البلد اللي مش راضية تستهدى بالله وتسيبهم يحتلوها بالحسنة دي وليقوا الفرنسوين الأشقاء لموا عسكرهم وعلماءهم اللجوم معهم وركبوا السفينة وطلعوا بيها على باريس وهم يعني بيحلفوا مية طلاق ما هيعتبوا مصر تاني وبعد ما راح أكتر من مئتين ألف مواطن مصري في مقاومة الفرنسيين قدرت مصر تتخلص من الاحتلال الفرنسي وتبعت نابليون عن دمه عشان يلعب قدام بيته وبعدها وصل مصر العسكري الألباني الأستاذ محمد علي اللي يقدر في وقت ولايل جدا أنه يأكل بعقل النخب المصرية حلاوة ويخنعهم أن مصر هي حب عمر وأنه صح ألباني بس من قلبه روحه مصري وأنه الجواب يسري زي بكر بالظبط ودخل المصريين يقفشوا فيه بأيديهم وسنانهم ويصمموا أنه هو اللي يبقى الوالي ويحكم البلد والخلافة العزمانية تقولون طبعا جدعان نشوف لكم حاكم تاني والمصريين يقولوا لا فاحنا ما يملاش عينينا لواحد من اتنين يا محمد علي يا عبد الفتاح السيسي والسيسي لسه ما تولدش للأسف لحد دلوقتي فما فيش غير محمد علي عمرين لله يعني وفعل المسك محمد علي حكم مصر ويأدو بترستق على كرسي من هنا وبدأ ياخد قرارات وإجراءات كتير يمين وشمال عشان يقدر يسيطر على البلد دي واللي الفرنسوين معرفوش ياخدوا منها حق ولا بطل وبعد ما حضر العشب إيديه للمماليك وأكلهم في بققهم أما علقهم على أبواب القلعة عشان يهضموا في الوقت ده كانت كل الأراضي الزراعية في البلد ملك مجموعة من المماليك والأشراف محمد علي بقى لما عارف كده راح ساحب كل الأراضي دي من ملكها وخدها لنفسه وحطها في عبه وكتبها باسمه في الشهر العقاري وبعد ما قضى على رجالة السلطة القديمة من المماليك وأتبعهم وخد منهم كل اللي معاهم وقال لهم ملط بدأ بقى يشم نفسه وياخد راحته ويشكل بهدوء أركان سلطته الجديدة اللي هيعتمد عليها في الحكم ويضمن ولها والأركان دي كانت عبارة عن مجموعة من العربان اللي جون من برقة وقعدوا في مصر تحت جناح محمد علي وكان بيستخدمهم عشان يحمولوا الحدود الغربية ومعهم شوية عائلات تركية وألبانية اتحالف معهم وبعادهم على الصعيد عشان يواجهوا تكتلات الفلاحين وبقايا المماليك اللي ضدوا هناك وفوق كل دول طبقة من الموظفين والعسكريين الشباب اللي كان محمد علي صفارهم في بعسات برى البلد عشان يتعلموا ويتنوروا ويرجعوا مصر بالسلام وفي نفس الوقت كون الباشا الجيش بتاعه بمساعدة الحج سلمان الفرنساوي وبعد ما كل حاجة جهزت والبلد كلها خلاص بقت عجينة طرية في ايد محمد علي بدأ بقى يوسع ملك ويرازي في الدولة العثمانية ويحارب في كل حتة لما الخديو سعيد بقى مسك البلد عمل حركتين حلوين كده كانوا علامات يعني فارقة في تاريخ اطراف البلد الله يرحمه الحركة الاولى انه سمح للفلاحين بامتلاك الاراضي وده ما كانش بيحصل اياه محمد علي اللي كان محتكر الارض كلها والحركة التانية بقى انه بدأ يعين زباط جيش من ولاد العمد ومشايخ القرى وفي يوم وليلة اتولدت طبقة جديدة في ارياض مصر واقالمها عبارة عن فلاحين بيملكوا اراضي يعني عندهم سروات زراعية وليهم دور مهم في اقتصاد البلد وفي نفس الوقت في ايديهم سلطة عسكرية والطبقة المولودة دي طبعا ما كانش ينفع نسيبها كده من غير اسم قمنا سميناها طبقة الاعيان عشان لما نعوزها نعرف ننده عليها الخدو اسماعيل بقى عبال املكوا كده كان برنس في نفسه وشيك وقافش انه خواجه ولما ممسك الحكم لان الراجل ابن ناسه متعلم في فرنسا ولفت العالم كله لازم يخلي مصر حتة من اوروبة وراح واخد قرار بانشاء اول مجلس نيابي مصري وسماء مجلس شورى النواب طب قدينا بينينا المجلسة ودينا احطانه والشين زيت وشطبنا سوبر لوكس ورصينا فيه الكراسي نجيب له اعضاء منين بقى بالصالة عن نبي من الاتراك والشركس اللي مالين للبلد ولا نستورد له اجانب من بره اسماعيل قالك لا طبعا لازم يكونوا مصريين من ولاد البلد دي اصول الديموقراطية اللي شفتها بعناية في بلاد بره بس نجيب مصريين ينفعوا نواب منين برضو هالك سهل ننقيهم على الفرازة من الاعيان وملك الاراضي الفلاحين اللي بقوا ماليين الارياف وده اللي حصل فعلا وطبقة الفلاحين اللي امتلكوا الاراضي والسلطة العسكرية بقى كمان ليهم دور سياسي وتشريعي اللي اول مر بعد ما دخلوا مجلس شورى النواب اللي كان من حقه للطلاع على ميزانية الدولة المصرية ومنقشته وفوق ده الحج اسماعيل صرف وكلف وبعت يعني استقضى من بلاد بره شوية مكان وبوابير رأي حديثة جداد لنج ووزعهم على الارياف وهتم بشاء الترع والمصارف وطور الزراع وكل ده صب في مصلحة طبقة الاعيان اللي بيمتلكوا الاراضي الزراعية وكبر سرواتهم ومحاصلهم وخلى قوتهم وتأثيرهم في اقتصاد البلد يزيدوا في الوقت ده بقى حصلت حاجة في اخر الدنيا اثرت علينا في مصر المحروس والحاجة دي كانت الحرب الاهلية في امريكا ايامها كانت كل مصانع الغازل والنسيج في بريطانيا معتمدة على القطن الامريكاني ودلوقتي الامريكان سايبين الزراع ونزلين تقطيع في هدوم بعض وما بقاش يطلع من تحت ايديهم ولا شواء القطن واحد حتى طب مصانع الغازل في بريطانيا تعمل ايه؟ توقف بقى وتجيب درافها وتبطل تنتج؟ لكن لا طبعا احنا ندور على مصدر قطن بديل لحد ما الامريكان ربنا يهديهم ويبطلوا خنابه ده كلام الناس العقلي والمصدر البديل ده كان مصر اللقطن المصري في الوقت ده بقى فارخة بكشك في العالم كله ويمتوا عليت وأسعاره زادت وملك الأراضي من الفلاحين والأعيان كسبوا دهب من وراء الموضوع ده والاقتصاد المصري أشيته بقت معدن والفلوس مالت خزين الدولة ساعتها الخديوي اسماعيل قال بس بقى الدنيا فرصتي أخيرا هحقق حلمي وحول مصر لدولة في شمال أوروبا شعرها صفر وعينها زرق وبقى كل يوم التاني افتتح مشاريع ومنشآت ومدارس ويصدر صحف ويبني أصور بس للأسف سيادة الخديوي إيديه كانت فرطة في الصرف الزيادة عن اللزوم ويجيبه كم مخروم حبتين وفضل يصرف على الفشخرة والحفلات وعزومات الأميرة أوجيني اللي كان سرح معاها وحاجات تانية كتير ملهاش لازم لحد ما فلوس البلد كلها خلصت وبدأ يستلف عليها ملايين كمان من كل دول العالم والديون لما كترت قوي كانت فرصة بقى للدول الأجنبية المسلفانة عشان يجوا البلد ويتحكموا في اقتصادها ومواردها وأسواقها ويسيطروا عليها سيطرة كاملة ما هم دفعين بقى واستمر الحال على كده فترة وفضلت سلطة الأجانب تكبر وتتوسع في البلد حتى بعد ما تقلش إسماعيل وتنفق وجيبها داله توفيق وهنا بقى حصلت أول مواجهة ما بين أطراف الدولة اللي هي طبقة الأعيان والزباط والفلاحين وملاك الأراضي ونواب المجلس وبين الطبقة الحكمة في الأصور اللي فيها الخديوي وأتباعه والأجانب اللي استلف منهم وفتح لهم أبواب البلد على البحري عشان يتحكموا فيها الديون المتلتلة وطريقة الحكم والممارسات اللي رأس البلد كانت بتعملها في الوقت ده ضرت مصالح باقي البلد الأطراف وأسرت على أراضيهم ومحاصلهم ولقمة عيشهم ومستقبلهم عشان كلا الأطراف دي ما قعدتش سكت وقررت تتحرك وتتدخل مصالح تخاف عليها وتتحرك عشانها مش مجرد كمالة عدد ميتة ما بتفتحش بقها ولا بتقوم من مكانها والسلطة المركزية بتتحكم فيها وبتقلبها عالجنبين زي ما هي عاوز طب المواجهة اللي بنقول عليها دي حصلت إزاي بقى اللي حصل إن طبقة الفلاحين والأعيان والنواب الجديدة اللي خرجت للنور من كام سنة دي ما عجبهاش اللي عمل إسماعيل واللي توفيق كمل فيه من بعد فقاموا لمين نفسهم ووقفوا في صف مجموعة من زباط الجيش المصريين اللي جايين من أصور رفية زي أحمد عرابي وعلي الروبي ومحمود سامي البرودي ومحمد عبيد ومحمود فاهمي وغيرهم وأسسوا مع بعض حزب جديد سموه الحزب الوطني الأهلي اللي كان هدفه مواجهة سياسات البهل خداوي والوقوف ضد التدخل الأجنبي في مصر العمالي زي والأخ عرابي صحي في يوم الصبح وبرم شنبه كويس ولبش بدلته العسكرية وريكب حصان ولمر جلته وطلع على أصر عبدين سنة 81 عشان يعملوا مظاهرة ضخمة وقلق كبير قوي للخداوي ويجبيروا على تنفيذ طلباتهم ونقدر نقول إن دي كانت المرة الأولى اللي يقدر فيها رجالة الأطراف إن هم يتصدروا المشهد السياسي في مصر ويفرضوا إرادتهم على السلطة المركزية فس للأسف الحلو ما يكملش والخداوي توفيق اللي ركبوا كانت بتخبط في بعض قصاد عرابي من شوية في أصر عبدين جاري استنجت بالإنجليز وبعت لهم جواب من صوجر بعلم الوصول كتب لهم فيه الحقوني قبل ما رجالت عرابي يغتصبوني وطبعا بريطانيا العظمى ما صدقت وأول ما قرأت الرسالة قامت شحنة عسكرها فأول قسطول طالع على اسكندرية وجيت عشان تحمل خداوي ومصالح رعاياها الأجانب وبالمرة تحتل مصر وتنهي بمواردها ما يضرش يعني وبعد معارك كتير كان أخيرا معركة التل الكبير قدر الجيش البريطاني أنه ينتصر على المقاومة المصرية بقيادة عرابي ويضم مصر لمستعمرات بريطانية الإنجليز بقى بعد ما خدوا وضعهم في البلد وسيطروا عليها من فوقها لتحتها بدأوا يتفرغوا عشان ينتقموا من كل المصريين الأندال اللي ينسوا نفسهم وكانوا عاوزين يخاوموه فقاموا رفدين كل الموظفين والمسؤولين اللي دعموا عرابي وبعدها سرحوا الجيش كله وقالوا له سيف سلاحك والتكل على الله بقى وقعد في البيت ولما نعوزك هنبعت لك إن شاء الله يبدأ أتعلم عميل الكحكم دلوقتي وفي نفس الوقت ده كان الأعيان ومولاك الأراضي الزراعية في الأرياف لسه ليهم تأثير كبير في الاختصاد بس سعادة كبير منهم رضيوا بوجود الاحتلال وبقوا بيتعاملوا معاه وبيشتغلوا تحت رايته لحد ما جيت سنة 1919 ولقينا الأطراف المصرية أخدت نفس عميق ونطت من تاني نطة كبيرة أو في الشرع السياسي المصري مع قيام الثورة وتصدر المشهد سياسيين من أعيان الريف زي سعد زغلول من الغربية ومكرم عبيد من إنا وعبدالعزيز فهمي من نوفية وغيرهم ومن الجماعة دول اتشكل حزب الوف اللي تجمع حواليه أغلب الشعب المصري واعتبروه رمز لمواجهة الاحتلال والأصر وكان ليه قادة وزعماء محليين متنطورين في كل المدن والقر أطراف البلد وأقالمها هي اللي قادت معارك المقاومة ضد الاحتلال وأتبعهم في الوقت ده من أول أهالي نزلت الشبك اللي قطعوا السكة الحديد وقامت عركة بينهم وبين الإنجليز راح فيها أكتر من عشرين فلاح لحد أهالي زفتة بقيادة المحامي يوسف الجندي اللي أعلنوا استقلالهم عن الاحتلال البريطاني وطالب الطب عريان يوسف ابن ميد غمر اللي اغتال رئيس الوزراء يوسف واهبة بسبب تعاونه مع الإنجليز ومواقف تانية كتير قوي أثبتت أن الأطراف المصرية رجعت للوجهة السياسية والوطنية في فصل من جديد عشان تدافع عن مصالحها وتحرك الأحداث في البلد حتى الفن والثقافة في الوقت ده الأطراف برضو هي اللي كانت بتصدرهم للمركز وخرج من تحت إيديها طه حسين من الصعيد وام كلسوم من الدأهلية وسيد درويش من اسكندرية وغيرهم وفاضل الحال على كده فترة والأطراف مزدهرة ومنورة في البلد كلها لحد ما جيت التلاتينات وحصل الكساد العظيم في العالم كله والأزمات المالية مالة الكوكب من أول وآخر وطبعاً كالعادة مصر نابها من الكساد نايب كبير أوي الأزمة دي تسببت في أن معظم الأعيان وملك الأراضي الزراعية في مصر اضطروا يبيعوا أراضيهم وغطانهم وأملكهم ويحاولوها لفلوس سايلة وقاموا واخدين نفسهم وطلوا على القاهرة عشان يتجروا ويبنوا فيها ويشتروا أسهم في شركتها وودعوا الأرياف إلى الأبد ونقدر نقول أن دي كانت بداية انهيار الأقاليم والأطراف بس الانهيار الحقيقي حصل بعد كده بشوية بشكل متعمد وبقى الصراع على السلطة داير بين الوفد اللي رموزه ورجالته كلهم استوطانه وقاهرة وبين الأصر والإنجليز وأتباعهم اللي برضو ما كانوا في العاصمة والحمد لله الصراع دا انتهى بإن الطرفين خسروا ما شاء الله ورحوا في الوباء وحصل انقلاب يوليو 52 والسلطة وقعت في حجر الزباط من هنا يا مؤمن الزعيم المحبوب المهزوم جمال عبد الناصر وكل اللي حكموا من بعده من أول السادات لحد طرح النخلة اللي خدوا كل السلطات والامتيازات والسروات والمناصب في إيديهم وتحكموا في الزراعة والصناعة والتجارة والكحك وقضوا على الحرية والأحزاب والمعارضة والصحافة ومسكوا البلد من وسطها عن طريق الأجهزة الأمنية القمعية والهيكل الإداري البيروقراطي اللي زرعوا في العاصمة وتحكموا بيه في البلد كلها وجردوا الأطراف والأقاليم من كل حاجة وما بقاش قدام أهل الأطراف والأقاليم اللي اتحرموا من كل الحقوق والخدمات اللي أنهم يهربوا للقاهرة ويسكونوا في عشوائيتها عشان بس يقدروا يعيشوا ويلقوا اللقم الحاف بالعافية دي حكاية أطراف مصر وأقاليمها وأريفها اللي كانوا بيملكوا القوة والتأثير في الاقتصاد والسياسة وقدرين يدخلوا في الوقت المناسب ضد السلطة عشان يدفع عن مصالحهم ويحموا أراضيهم وبلدهم من قراراتها وممارستها قبل ما ينتهوا من الوجود وتتكتب شهادة وفاتهم بفعل فاعل والفاعل هو السلطة العسكرية المستبدة اللي عاوزة تحكم لوحدها ومعنداش استعداد تدي لأي طرف في المجتمع الفرصة أو المساحة إنه شاركها في الحكم أو يوقف قدامها أو يعترض على قراراتها أو يملك أي حاجة في البلد عشان وقت اللزوم يدفع عنها السلطة في مصر عاوزة تبقى هيّة وبس اللي بتدير وبتحكم وبتملك وكل الشعب يبقى مفعول بيه ومرمي على جنب ومفيش فيديو أي حاجة يعمل ونشوفكوا على خير إن شاء الله